اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة فما مجموعة ربما سياسية اليوم تستغل الفضاءات الدينية من أجل توظيف سياسي وهذا نوعا ما يخلق عدم تكافؤ في موازين القواء بالنسبة للفاعلين في الساحة السياسية الهدف من هذه الجلسة خلق تصورات وآليات جذرية ولما لا البحث عن عقد اجتماعي تطرح فيه اطروحات في كيفية تنظيم المساجد وآليات تسيرها والفصل بين الدعوي وبين السياسي من خلال تفعيل مبدأ الاستقلالية والحيادية احنا ما زلنا ما توفقناش على نوعية الدعوة اللي يزم تكون في تونس رغم اللي يعني هويتنا وديننا يفرض علينا او مجتمعنا يوجهنا الى الخطاب المعتدل الزيتوني اللي نلقاوا فيه موروثنا ونلقاوا فيها يعني مبدأنا السمحة للدين الاسلام اللي نعرفه وانا تونس تمشيله لكن المنبر لما يتملكوا به ناس ما هماش ملتزمين طبعا ينجم يكون فيما تجاوزات وينجم يكون توظيف خاطئ لهذا المنبر ولهذا احنا نعتبره اليوم وانا فيما يعني شيء مهم جدا وانا يوقع تحييد المساجد لكل هذه التجاذبات ويوقع تحييد بيوت الله من العملية الاستقطابية الايديولوجية السياسية يلزم النية الصادقة لتحييد المساجد على العملية السياسية وهذا يتطلب من الحزب الحاكم وان نيته تكون صادقة في الفصل بين الدعوي والسياسي يلزم ياخذ طريقه اذا كانوا حزب دعوي قوامه الايمة وقيامه الشيوخ فالمجال متاعه هو مرحبا به لكن فيه اطار دعوي واذا كانوا حزب سياسي جاي يعتني بالشأن العام وبالامور اليومية وتستير دوالي بالدولة فهذا ما كانوا لكن يلزموا يحسم واذا كانت تفقنا وانا تم الحسم هذا الاليات ما تجد ما تكون الا دستورية الاليات ما تجد ما تكون الا تشريعية قانونية وهنا ما عادش تصعب وانا نقولوا ان المسجد ما يلزمش تخترقوا العملية السياسية بالقانون نحن لنا جملة من الاراء ومن الاليات التي نعتقد انها حينية يمكن الاتفاق في شأنها وهذا ما نتمنى من خلال هذه الندوة ربما مثق شرف بين الاهمة والمعاطر المتدخلين وثم تقضية اخرى هي لابد من التكوين والتعطير لان هؤلاء الناس الذين يتدخلون في المسجد نحن نعتقد ان نواياهم حسنة ولكنهم لم يلجوا عصر الحداثة ولم يدركوا ضرورة ان يرتفع مستوى الخطاب الديني ليتحدث عن كليات الانسانية الجامعة بعيدا عن التوظيف السياسي الرخيص بين الشرعي والتشريعي تبقى الاسئلة تلمس الطريق نحو بعض الاجابات التي من شأنها ان تؤدي الى تفعيل بعض الاليات للحد من الممارسات الغير اللائقة ببيوت الله خصصت للحكومة التونسية 15 مليون جينار لمنحها للأسر المحتاجة خلال شهر رمضان كما سيتمتع 14 الف شخص بوجبات الافطار التي تقدمها الدولة خلال الشهر الكريم ومن المقرر ان يتم توزيع سلال بقيمة 60 دينار لكل العائلات المعوزة الذين يعدون ما يقارب 12 الف مواطن وبذلك يصل المبلغ الاجمالي للمساعدات مليون و127 الف دينار اما المساعدات التي خصصت للمدارس فتبلغ ميزانيتها 14 مليون دينار تقدم لفائدة 330 الف تلميث و44 الف طالب وذلك بقيمة 30 دينار لكل تلميث و100 دينار لكل طالب رفعت الجلسة العامة بالمجلس الوطني التأسيسي مساء امس على الساعة الحادية 10 ونصف ليلا بعد الاستماع الى عرض ممثل الحكومة رضا صعيدي حول مبررات اعفاء محافظ البنك المركزي مصفى كمال النابلي من مهامه وكان السعيدي قد بينا ان قرر الاعفاء وقع اتخاذه استنادا الى اربعة محاورة رئيسية هي علاقة البنك المركزي بالسلطة التنفيذية وحكمة واصلاح البنك والرقابة النقدية واصلاح النظام البنكي ونجاعة التصرف بخصوص متابعة ملف الاموال المنهوبة وابرز يمثل الحكومة ان العلاقة الحالية بين السلطتين التنفيذيتين بشقيها الرئاسي والحكومي من جهة والبنك المركزي من جهة اخرى ترتسم بالفتور والتوتر وانعدام التشاور مما خلق حالة من قلة الثقة بين الاطراف الثلاثة فضلا عن التأكيد المبالغ فيه على استقلالية البنك المركزي على حد قوله في غياب آليات تحدد المقاييس الفعلية لمفهوم الاستقلالية وفي الجسد العامة للمجلس الوطني التأسيسي التي انتظمت اليوم ألقى كمال النابلي كلمة مفادها أنه إذا وجب إقالة محافظ البنك المركزي بتيالة عدم استرجاع الاموال المنهوبة خارج تونس فيجب أيضا إقالة وزير المالية ووزير العدل ووزير الخارجية والوزير المكلف بالفساد لأنهم جميعا والتعبير له في اللجنة المختصة بالملف تركز اللقاء الذي جمع اليوم بباريس بين رئيس الدولة المنصف المرزوقي ووزير الداخلية الفرنسي مانويل فاس على إعادة تفعيل الاتفاقية الأمنية الموقعة بين تونس وفرنسا كما توحور اللقاء الذي ينترج في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الدولة إلى فرنسا على كيفية التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين خاصة في مجال مقاومة الاتجار بالأسلحة ومراقبة الوضع الأمني في منطقة جنوب الصحراء فضلا عن الدعم اللوجستي وتكوين مكوينين في المجالين الأمني والحماية المدنية دائما في باريس أعلن الرئيس الجمهورية المنصف المرزوقي أمس أنه قادر على أن يضمن للرئيس السابق زين العابدين بن علي سلامته الجسدية وإجراء محاكمة عادلة له في تونس كما أعلن الرئيس التونسي أنه فوجئ باقتراح بن علي التنازل عن قص من أملاكه وأمواله في السويسرا للتونسيين قائلا نحن لا نريد قسما نريد كل شيء تركز اللقاء الذي جمع اليوم بباريس بين رئيس الدولة المنصف المرزوقي ووزير الداخلية الفرنسي منويل فاس على إعادة تفعيل الاتفاقيات الأمنية الموقعة بين تونس وفرنسا كما تمحور اللقاء الذي يندرج في إطار الزيارة الرسمية التي يؤديها رئيس الدولة إلى فرنسا على كيفية التنسيق والتعاون الأمني بين البلدين خاصة في مجال مقاومة الاتجار بالأسلحة ومراقبة الوضع الأمني في منطقة جنوب الصحراء فضلا عن الدعم اللوجستي وتكوين مكاونين في المجالين الأمني والحماية المدنية أعلنت رئاسة الحكومة في بلاغ لها يوم أمس أن توقيت العمل بالإدارة العمومية والجماعة المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية سيكون خلال شهر رمضان المعظم كامل أيام الأسبوع من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 2.5 بعد الزوال معدى يوم الجمعة من الساعة 8 صباحا إلى الساعة الواحدة بعد الزوال أكد وزير العدل النوردي البحيري اليوم في افتتاح اليوم الوطني حول استرجاع الأموال المهربة في الخارج والمكتسبة بصورة غير مشروعة أحد المطالب الرئيسية التي تشغل بالا المواطن التونسي وهو ما تفعلت معه الحكومة بالحرص على تسريح إجراءات استرجاع تلك الأموال تحقيقا لمقتضايات العدالة من محاسبة واعتبارا للشعب التونسي على حد تعبيره كما أضاف البحيري أن الهدف الأساسي الذي وضعته وزارة العدل هو ضمان سياغة طلبات استرجاع سليمة من الناحية الشكلية والموضوعية وتجنب كل ما من شأنه أن يؤدي إلى رفضها لعدم استجابتها للشروط المستوجبة من جهته قال رئيس الحكومة المؤقتة حمد جبالي لتنازل عن استرجاع الأموال المنهوبة من خيرات الشعب أجل المكتب الثالث عشر بالمحكمة الابتدائية بتونس التحقيق مع المدير العام للدوانة السابق في عهد بن علي سليمان ورق أمس وذلك بطلب من الدفاع ويتورط سليمان ورق إلى جانبي عدد من أقار بن علي على غرار دوريد بن علي ودوريد بعوينة بتهريب النحاس إلى الخارج في عهد بن علي تولى رئيس الحكومة المؤقتة حمد جبالي رفقة ولي العهد القطري تميم بن حمد بن خليفة الثاني يوم أمس وضع حجر الأساس لمشروع المنتجع السياحي الصحراوي في توزر الذي تنفذه شركة الديار القطرية وتم خلال هذا الموكب الذي حضره وزيراء السياحة لياس الفخفاخ والتعاون الدولي والاستثمار رذاب الطيب ووفدا قطري تقديم عرض تضمن مجسما للمشروع ومكوناته وأجيل تنفيذه وأهدفه المستقبلية في الملف السوري أعلن التلفزيون السورية عن مقتل وزير الدفاع السوري داود راجحة وصهر الرئيس السوري العماد آصف شوكت في التفجير الذي استهدف مبنى الأمن القومي في وسط دمشق اليوم الذي تزامن مع اجتماعا لوزراء وقادة أمنيين في المبنى مؤكدا وجود إصابات بين المجتمعين وكان التلفزيون السوري الرسمي أعلن عن وقوع تفجير وصفه بالانتحاري استهدف مبنى الأمن القومي وفي سياق متصل أشار المرسد السوري لحقوق الإنسان أن القوات النظامية السورية تقوم اليوم بقصف بساتين حي برزة والقابون بالمروحيات في العاصمة دمشق فجارة الليبية أظهرت النتائج الأولية الكاملة للانتخابات الليبية تصدر التحالف الوطني المعتدل بزعامة رئيس الوزراء السابق محمود جبريل على الأحساب الإسلامية المنافسة وأعلنت المفوضية الانتخابية الليبية أن الليبراليين حصدوا نحو 40 مقعدا من أصل 80 مخصصة للأحساب السياسية في الجماعية التأسيسية المقبلة أفادت صحيفة ذوغاردين البريطانية أن تنظيم القاعدة يوجه انتفاضة ورفضا شعبيا متناميا في المواقع التي يسيطر عليها في شمال مالي ووصل الأمر إلى شني الأهالي هجمات مضادة على المواقع التي يسيطر عليها مقاتلوه وقد شهد محيط مدينة تنبوكتو التي يسيطر عليها مقاتل القاعدة مظاهرة من شباب محلين غضبين نزلوا إلى شوارع مسلحين بالعيسي والمناجل